موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم معي إلى حلقة جديدة من برنامج إضاءات وقناة الإيمان يسعدني اليوم أن أكون معكم في موضوعة حياتية مهمة وخطيرة وفي نفس الوقت هي غائبة عن أذهاننا غائبة عن أذهاننا ولكنها حاضرة وبشدة في الواقع التمييز بين الذكور والإناث في التربية ليس الذكر كالأنثى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ماذا يفعل؟ أدسه في التراب حقيقة استصحبناها من التأريخ وما زلنا نعيش تفاصيلها في يومياتنا سوف نتحدث عن هذا الموضوع بحضور كوكبة من السيدات والسادة الأفاضل معنا هنا في الأستوديو فأهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة عزائي المشاهدين سيداتي سادة الحضور اليوم الموضوع مهمة سندرك أهميتها لأنها تتشكل في اللاوعي وتجعلنا نتصرف في بعض الأحيان دون أننا شاء أن نفعل ذلك لأننا استصحبناها من أعماق هذا اللاوعي اسمحوا لي أن أبدأ بالشباب اللي معانا بسؤال هل تعتقدون أن هناك تفضيل في التربية في أسرنا العربية المسلمة؟ أحب أسمع منكم نعم عرف نفسك في البداية حسان الشرمي بن اليمن أهلا أريد أن أقول الفكرة أنه بالمجتمع العربي أكيد أنه هناك تفضيل بالتربية بين الذكر وإنض حال بما أنه بواقعنا العربي دائما الشاب الأفضلية حتى بعائلتي بعائلته بعائلة الكل حال ما أنه فيش فارق يعني أنتي ممكن تسأليني أنه أنه هل أنت بيوم من الأيام تمنى تكون أنثة؟ بقلك أنه ما في مشكلة بالموضوع بس المشكلة بالواقع العربي أنه بيعطوا أفضلية للذكر تكون الأنثى هي موقع الضعف مستضعفة مش من قبل فقط المجتمع من قبل العائلة أنه هاي مرة بس تشتغل أنه خلاص إجاء نصيبة الله معه جميل جدا حسن يؤكد أنه هناك تفضيل في الأسرة العربية المسلمة هذا التفضيل ليس جاء من التكوين أنه بالتكوين الشاب هو أفضل من الفتاة وإنما جاء نتيجة عقلية جميل جداً جميل جداً جميل جداً أسمع من حضراتكم أسمع رأي آخر على عوضة بطبيعة الحالي بالواقع العربي هناك تميز أكيد بين الذكاء والأنثاء ولكن أريد أن أقول أنك رقم من نفسي في عائلتها نحن أربع بنات وشاب حل فلاحظت أبداً أنه هناك تفضيل أنت الأكبر أم الأزغر 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 نعم ملاحظت أنه هناك تفضيل بين الذكاء أو أنثاء يعني بالتعاطي أو بأسلوب المبادرة من الأهل بكيفية التعامل معهم أبداً ما كان فيه هذا الخلاف بينه أو حتى بين إخواته ولكن نحن كواقع مثل ما قالنا أنه هناك أكيد اختلاف هذا الشيء يرجع على مفهوم الأسرة أيضاً لموضوع كيف نحن لازم نربي أن زكا والأنثاء بالتساوي نعم إذن أنت نشأت في أسرة فيها أربعة خوات وأنت حضرتك الأخ الوحيد خلال التربية لن تكون تفضيلة من قبل والديك نعم نهائياً زين خليني أسئلك مثلاً الآن أنت أصغر خواتك خواتك وما أكبر من عدك هل مساحة الحرية اللي كانت متاحة لخواتك نفس حجم مساحة حريتك سواء في التعبير عن الرأي في اتخاذ القرار في الخروج في أي موضوع آخر ببعض المواقف كان في تساوي بالخيارات بس بمطارح تانية أكيد لا بأي مطارح كان هناك اختلاف مثلاً الخروج مساحة خروجك كانت أكبر من مساحة خروجهم بس حتى كمان كانت بسن معي ما كان لازم أخرج بهذا الوقت أو مثلاً إرجع بهذا الوقت بس إذا بدك أطعت عمر الـ 18 مثلاً عادة بطلع من البيت برجع أكيد كمان بوقت معي أنا أكيد بس غير إخويت لأنه بطبيعة الحال البنت أكيد تفرق عن الشاب مني حيث كان سمعه إذا بدك أكتر للبنت حلو بس ذاكني بإسمك؟ على وضع علي؟ علي يؤكد حتى أنقل المايكل حضراتكم علي يؤكد أن هناك فرق بين المرأة أو الفتاة والفتاة فلذلك أكو توضيل أو أكو مجتمع يفضل أو ينطي مساحة أكبر لذكر على الأنثى تعتقدون أنه هذا اللي قال علي صحيح؟ هل هناك فرق بين الفتاة والفتاة؟ نعم جانا حمود أهلاً طبعاً في فرق يعني في فرق وإله حق يعني في فرق بحق وفي فرق نحنا خدناه عرف حل وهو يمكن ما أنه صحيح يعني ما المفروض حسناً في فرق أو ما في فرق؟ في فرق طبعاً اللي هو شن هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الفرق؟ الفرق بمثل ما قال يمكن أنتخذ الأرارات أو الخروج أو يعني بشكل عام في فرق أكو فرق أنت تؤمنين أنه أكو فرق؟ عندك أخوان شباب؟ أهي فيه أخوة شباب أكو كانت فرقة أو تمييز في التعامل داخل الأسرة؟ مش تمييز بالتعامل بس هو إله يمكن ياخد أرارات بمحلة معين البنة ما بتقدر هي تأخذها حلو جميل إذن تتحدث زميلتنا عن أكو فرق أو أكو تفضيل في الحقوق أكو حقوق يتمتعون بها الشباب ما تتمتع بها صبايا وتعتقدينهم هاي الطريقة الصحيحة بس مش بكل شيء لأنه في إشان إحنا إخدينا عرفية منا مزبوطة أوكي أكذا نتحدث عن الحقوق أنت قلت بالحقوق فخلينا فقط في هاي الفقرة شكراً جزينا أسمع رأي آخر أيضاً زينب نعمة نعم أنا لح أحكي من تجربة الشخصية أكيد اللي تفضلوا فيه الشباب الصبية هو يعني شيء موجود وشيء طرح موجود وطرح جيد أنا كتجربة الشخصية كأم لطفل وطفلة يعني صابة وبنة عم بحاول قد ما فيه يكون التربية ما فيه تفضيل بالمعنى الحقيقي بس أنه فيه طريقة تربية طريقة إلى حد ما شبه متساوي يعني مثلاً كحقوق وواجبة أنت مثل ما عندك حقوق أختك كمان عنده حقوق ومثل ما عليك واجبة كمان أختك عليك واجبة خاصة بموضوع كتفاصيل صغيرة يعني كمثال أنه كشغل البيت مثل ما أختك عم بتساعدني أنت بقى تساعدني أولادك كم أعمارهم؟ أربعة سنين وشارين هلأ بعض من شوائي صغار بس بيفهموا يعني بيقدروا شوائي إلى حد ما يعني نقولي المثال يومي في بيتكم شوان أنه أنت تقولي لأبنك أنه أنت سوي شغلة بالبيت مثل ما أختك تسوي شغلة أوكي مثلا مثل المبارح كنت عم طويل غسيل فعندين هنا تنحد ففي شي بدي يحطه بجروره عطيته غراضك روح أغراضك بالجرور لو سمحت وبعد شوائي كمان أختم حطي مثلا بجامتك بالجرور جميل ورجعوا أجو تنيناتهم فعم حاور أبينو على مفهوم أنه مثل ما أنت بدأت ساعد بالبات هي كما بدأت ساعد جميل جدا أخذ هنا مداخلة سريعة اللي تفضلت بي زميلتنا العزيزة هل أنتوا فعلا في بيوتكم تمارسون بعض الأعمال أسوة بخواتكم ما منكم يساعد أمه أو أخته خلوني أسمع المايكي ذاتنا نعم اسم حضرتك محمد خليل محمد أنا من ناحية أخذ مفهوم أنه أنا بس كن في بنت بالبات هي بتشتغل بالبات حلو أنا بره شو مبدك من بره أنا أنا الصابير اللي بنزل لتاحت جيب شو مبدك من تاحت أشتي كيف بالبات بس يكون مثلا أمي لحظة ما في بنت تاني أختي أو شي حتى لو بنت أختي هي بتشتغل بالبات بس تكون أمي موجودة لأنا بساعدة أنا بشتغل كل شي عنا مادم في أكو بنت فالبنت هي بتشتغل جميل جدا أسوأ من حضرتك طبعا طبيعة الحال البنت باتشتغل هل أن أنت عند أخوات؟ طبعا ما فيك مثلا أني أختي موجودة بالبات عم تحضر وأني روح على إجلي مثلا حلو جميل جدا هذا ما بدي أقول لك صاح أحتاج لتغيير السلايتر خلينا شوف السلايتر الثاني شو رح يقول تابع تابع ما بدي أقول لك صاح الشي بس هذا عرف السائد صار أنه ما فينا أنه بتشوفه بتحسيها غلطية نعم بس يمكن هالشي أنتم معالك يمكن تكون صاح أنه ما بأثر وإذا أني جلأته وهي عادة مش مشكلة بس حلو حسين أنتمو شو كان حسين حسين والبعض أيضا نتحدث عن أنه ليس الذكر كالأنثى هذا الذكر مسيطر عند توازن بينما الأنثى هذا توازنها مزعزع في أي لحظة ممكن أنه تسقط أكيد كلنا لا نقول جميعنا غالبيتنا تربونا في بيوت بها تمييز عادة ما لما نصير الغد زينب هي اللي مع أمها تخلي معدة الطعام حسين ومحمد وعلا والآخرين مع أباهم يجلسون يأكلون بعد ما تخلص من هو اللي راح يلمي الأكل البنات مثل ما قال محمد ما أنا بنت موجودة أنا ليش أشتغل بعد ذلك يجي الشاي تجي القهوة من هو المسؤول عن إعدادها البنت ما معقول أنا رح أسوي الشاي وأختي قاعدة إذن هذا اللي احنا نتحدث به عن التمييز احنا راح تحدث عن تفاصيل بسيطة جدا في حياتنا بس يلي ساهمت في تشكيل هاي ذهنية ساهمت في تشكيل قناعاتنا تحدث حسن تحدث حسن عن المجتمع وتحدث محمد وحسين عن الأسرة أكل أختي كل شو ما أنا أحب أأكد عليها لأن راح نستصحبها إلى نهاية الحلقة لا نستطيع أن نفكك الأسرة عن المجتمع بعبارة الأسرة هي التي تنتج أفراد إحنا أنتجتنا أسرنا ونحن نشكل المجتمع فعندما نتحدث عن أسرة نتحدث عن طبيعة تشكيل مجتمع وعندما نتحدث عن المجتمع نتحدث عن تنشئة أسرية فكلاهما مع بعض تربينا كل إحنا في بيوتات تميز ما بين الذكري والأنثى بأدق التفاصيل في إحدى السيدات ذات يوم كانت عندنا ورشة حول هكذا مواضيع هذه عدتها ثلاثة أولاد فطرقنا إلى موضوع توزيع المهام في البيت أو لماذا لا يعمل الأولاد ذكور في البيت فالنقاش مثل ما تفضلتوا حضاراتكم فكانت هاي الأم متعبة جدا لأنه هي عدت ثلاثة أولاد ما عدتها ابنية فبالتالي ماك واحد يعمل معاه بعد ما خدنا نقاشات عميقة اجدت بعد الورشة طلبت من عندنا أنه في الورشة القادمة يحضر ابنها قالت أتمنى أنه أنا ابني يحضر معاي في الورشة القادمة حضر ابنها طلبنا استدعينا وحضر الابن بعد كم ورشة حضرها معانا اتصلت بينا هذه الأم وقالت أنا ما عرف كيف أشكركم لأنه الآن أنا ابني على الأقل على الأقل ابني هو قام يطوي ملابسه ويخليهين بدولابة ابني الآن على الأقل من يشرب الاستكان الشاي يرجع للمطبخ أنا ده أركز على نقطة من الذي قرر أن تكون هذه المهام للإناث وأن لا تكون للذكور من الذي قرر هذا القرار الخطير برأيكم خلأ أسمع منكم سيداتي من الذي قرر السلام عليكم من الذي قرر أنه الفتاة تكون هنا والذكور يكون هنا هي باللاواعي عند أبائنا وأجدادنا خلأت معهم أنه الزكور هو العضو الفعال أنه هو الكلب الكلب البيت هو لازم يكون الكبير ما منقرب بس أنه عم يحاولوا هني يميزوهم بطريقة يعني ميزوهم أصلا هني بطريقة خاطئة سوالي قال من الذي اتخذ هذا القرار من الذي يصنف من الذي ذكر أنه أنت حضرتش من أنت صبية صغيرة إلى أنت أم كل أعمال المنزل أنت لازم تسويه من الذي اتخذ هذا القرار السلام عليكم نرهان يونس أنا بدي أشوف بهذا الموضوع أنه بهذا المسألة عدو المرأة هي المرأة نفسها لأن المرأة هي اللي بتأسس يعني المرأة هي انتخذت القرار أنه هاي الأعمال إليها لأنه المرأة هي اللي بتأسس ويلي بتزرع الأفكار بعقل ولادة ولما بتأرجي المرأة أنه مثلا دور المرأة دور البنات هي الشغل بالبيت أما دور الرجل وأنه يععد أو إذا فيه شي غرض برات البيت ويجيبه ونفقوه الأشياء ولكن المرأة هي اللي بتخليها الأفكار تصير سائدة حلو جميل جهان شكرا جزيلا نسمع من بقية الزميلات أنا برأيي ردا على سؤالك أنه من اللي اتخذ هيدا القرار أنا برأيي أنه بمجتمع معين بمرحلة زمنية معين ما بعرف إذا العصر الجاهلي أو قبل كان فيه ذهنية معينة سائدة بقلب المجتمع أنتجت هيدا القرار بشكل تلقائي أنه بما أنه الزلمة بيظهر بما أنه بوقتها ما كانت تتعلم كانت فيه نظرة دونية إلى فتلقائيا لحيكون شغل البيت عليها لحيكون كل شي بقلب البيت من مسؤوليتها بينما الذكر لا الرجل لا فهيدا الشي صار متوارث جيل بعد جيل يعني ما أنه هو هيدا الشي صحيح بس هو فعلا توارث ووصل لنحن الذهنية اللي نحن هلأ موجودين فيها جميل جدا اتفضل أنا بدي أكد على حكي أنه لا مش المرأة اللي هي عدو نفسها المرأة أصلا عقل المرأة اللي توصلت له هلأ وبس تحكي هيدا الأفكار لأولادة أو تعلمونيها هو استرعقل مسير من المجتمعات اللي نحن عاشنا فيها يعني المجتمعات هي اللي سيرت عقل المرأة لتقوم بهذه الأعمال وتعتبرها أنه هي واجباتها جميل جدا بس هي منه مضبوط جميل جدا من تعتقدون صنع هذا القرار؟ أنا برأيي المجتمع هو اللي عمل هذا الشي حلو لأنه المجتمع هو اللي عم يعطي كامل الحرية للرجل بكافة الأصعدة بأن المرأة لما تكون هلأ شوية شوية المرأة عم تطلع يعني كمان المجتمع عم يتقبل هذا الشي فهو عم يفرض بالتالي المرأة اليوم إذا تشفرها مثلا تصاب بسو موتسيك ميز الذكر ببعض الصفات والبنت مع الصفات بس ما ميزهم عن بعض حلو ميزهم في بعض الصفات لممارسة بعض الأدوار ولكن ليس تفضيلا صح هذا التمييز حتى هذه الأدوار تمشي مع بعض تدار الحياة بطريقة صحيحة ولكن هذا التمييز لا يعني التفضيل صح أكو فرق بين التفضيل وبين التمييز شكرا نعم حسين السلام طبعا في تمييز طبعا في تمييز أنه جاي من لا إرادة نشوف أنه الشاب هو اللي بيحمل اسم العائلة بأن المرأة هتحمل اسم جوزة حلو بأن الشاب هيحمل اسم العائلة فباي بطبيعة الحال بدي يميز الصبي كرميل هو يمكن حيطلع هو أنه حامل اسمه جميل حامل اسمه هو حيتواصر توارس هذه العائلة جميل بأن البنت ستروح عند زوجة وحتحمل اسم زوجة وحتكمل معاش هترجع ممتاز أحسين يتحدث بموضوع خطير جدا راح نشوفه بالسلايط اللي راح يجي بعد كيف تتشكل عقلية الذكور إحسين نموذج لشاب هو يعني مؤشر لملايين الشباب الموجودين في المجتمعات العربية الإسلامية أحد أسباب التفضيل حتى نشوف شون شكلت عقلية الذكور وبالتالي إذا راح نعقب على أنه دور المرأة أو الصبايا في هذا الموضوع عقلية الذكور نشأت بهذه الطريقة أنا اللي راح أحمل اسم العيلة من هو اللي قال من قال هذا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سيد الله العلي العظيم رب العالمين دي خاطب رسوله وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام اللي يقوله إنا أعطيناك الزهراء رسول الله امتداده من خلال ذرية الزهراء سلام الله عليها هذا جزء من المعالجات اللي الإسلام إيجي يعالج بها قضايا فكرية معرفية ربينا عليها باللاوعي باللا إرادة اللي اتفضلتوا بها إنه هو راح يحمل شرف العائلة اللي يحمل اسم العائلة بعد أن تحث عن شرفها لأنه قبل هذه الفكرة اللي إيجتي باللاوعي قبل لما كانوا العرب في البادية في الصحراء كان الرجل هو الذي يغزو هو الذي يقرر هو الذي كان يحكم كانت بدأ كل مقاليد الأمور كان يعتقد إنه الرجل اللي ما عنده ذكر هو أبتر فأقاموا بتعييب أو تعييب رسول الله إنه أنت أبتر إيجي الله سبحانه وتعالى يؤكد لا يؤكد تفنيد الفكرة اللي ذكرتها حسيني اللي إحنا كل إحنا تربين عليه إنه الولد يحمل اسمي فلذلك أنه لاحظ كثير كثير من الأوائل لما يجيها الطفل الرابع والخامس أنثى هو ليش يصير طفل الرابع وخامس ببعض الأحيان السابع وثامن لأنه راح تبدي كل سنة تحاول إنه تنجب أولاد حتى يأتيها الصبي والرجل لما نتحدث هو يقول لا أنا ما أفرق أنا مو مشكلة عندي خليجة بنات لكن هو يطلب من زوجته أنه تحب المرة سابعة وثامنة لماذا؟ لأنه يعتقد أنه اسمه راح ينتثر وجوده راح ينتظر أنا أحتاج إلى هذا الذكر حتى يكون امتداد إلي هاي النقطة الأولى النقطة الثانية حتى نجاوب كيف تتشكل عقلية الذكور خلنه نجع إلى مثال زينب وأخوها حسين بس مونتا حسين أخوها حسين بالبيت زينب تعتاد أنه ترتب دولابها ودولاب أخوها زينب عليها قضايا البيت كلها والتنظيف لما يجي أخوها يرجع من المدرسة وهي غالبية معاناة الفتيات أنه هذا راح يرجع يعفو يرمي جرابة يرمي قميصة يرمي كتبها حسين وصحيح وهي أختة لملم هاي الأغراض فيما إذا هاي الأغراض مت لملمت والغرفة فوضى لما راح يجي الأبو ليلا شو راح يقول ماذا يقول أهاي عيط على الأمه على زينب أنه الغرفة ليش فوضى ليش مباثرة ما يخاطب حسين يقول أنه أنت ليش ما رتبت ملابسك هذا تشكل في عقلية الذكر من هو صغير أنه أنا أحمل اسم العيلة أنا مميز بدليل أنه أنا قاعد وكل أمور البيت هي تدار حسب ما أنا أريد وأشتهي يربى بطريقة أستطيع التعبير عن رأي كنكم كشباب أكيد بالبيت حتى إذا ما تسألون رأيكم تنظون رأيكم صح؟ لكن في الجانب الآخر غالبية الفتيات يعانون من قضية التعبير عن الرأي إحدى الصبايا التي تقريبا عمرها 17-18 سنة قالت ذاتة مرة العبارة التالية سألناها كان أكون موضوع برشة وسألناها عن رأيها في قضية اختيار شريك الحياة قال هنو أهم لما راح تكبر راح تختار شريك حياتها أو لا كحق من حقوقها جاوبت أنا حياتي كلها ما في اليوم أحد سألني سؤال شنو رأيك سواء في اختيار ملابسي في اختيار أمور معينة حتى أنا الآن في المرحلة الأخيرة من الإعدادية أهلي دي قرروا لي أنا وين راح أروح شنو اللي راح أدرسه بالجامعة شن تبدين من عندي صر عندي قدرة على أنه أنا أختار شريك حياتي لا طبعا أنا راح أنتظر أبوي يختار شريك حياتي وهذه النقطة اللي أنا أريد أصل لها التمييز في التربية مثل ما ذكرته مهم وخطير ليش لأنه راح يترك أبعاده على شخصية الصبايا والشباب لمن يكبرون الصبي ليش دائما عنده ثقة بنفسه يخرج مع أصحابه يتأخر للساعة 10-11 بالليل عادي في أي مكان عنده قدرة يعبر عن نفسه يعبر عن ذاته ينطي رأيه في بعض الأحيان حتى يستخدم العنف حتى يثبت ذاته عنده مساحة كبيرة من الاختيارات ممكن يسافر للدراسة من دولة إلى دولة أخرى عادي الموضوع متاح إليه ليش كله مصدر قلق لما نريد حاجة من أمه وأبو قلبه ما يدق على السريع كثير من الفتيات يقولون أنه نحن نخاف لما نطلب حاجة من أبونا هذا الخوف يستصحبه إلى أن ينتزوجون ورح نتحدث بعدين آثارها في العلاقات الزوجية أحد السيدات تقول أنه أنا صال لي قريب العشرين سنة متزوجة إلى الآن أخاف أتحدث مع زوجي نفس دقات قلبي الخائف اللي كنت أنا تدق عندما كنت أتحدث مع أبويا لأن أنا أبويا كنت أخاف أحكويا فهذا التمييز رح ينطي امتياز إيجابي للذكور مقابل سلب هذا الامتياز من الإناث فبالتالي لما نتحدث عن فتيات غير واثقات من أنفسهن فتيات ما عندهم قدرة على التعبير ما عندهم تجربة اجتماعية مثل الذكور أكيد تجربة الذكور والرجال اجتماعيا هي أنضج من الإناث أنا لا أتحدث عن حالات أتحدث عن ظاهرة هذه النضوج هذه المعرفة هذه التجربة منين إجتي هذه قوة الشخصية منين إجتي إجتي لمن هو صغير تم التعامل معه بطريقة مختلفة فعقلية تشكلت بطريقة مختلفة عقلية تشكلت بأنه هو الأفضل إذا أمكن نشوف الإسلاد البعض حتى نشوف أنهن المسار اللي رح نوصل لأين دائماً الرجال الذكور يفكرون بالطريقة التالية تربين بيها حتى دائماً قلونا إياه بما أنه أنت ذكر افعل ما تشاء ورح أنطي مثال صريح وواضح وفي الوقت نفسه هو خطير بمؤشرات كثيرة وهذا المثال حدث مع كثير من الفتيات إحدى الفتيات في يوم من الأيام كانت خارجة من المدرسة صبية بالثانوية أحد الشباب بمالها رقم فهي من خوفها من ارتباكي أنه متعرف شون تصرف لأنه ما حد علمها شون تصرف وتدير المواقف الصعبة أخذت هذا الرقم وخلتها بالحقيبة مالتها مال مدرسة ورجعت للبيت وهي خافة هذه الأسرة من النوع اللي تحاول تحمي بناتها لكن بطريقة غير صحيحة فالأخ معتاد أنه دائماً يبحث في حقيبة أختي فتش بيها فلما شاف هذا الرقم ما سأل هذا الرقم شنو ولا سأل من ينجبتي شون وصل لك فقط دق على الرقم شاف رقم شاب الفتاة بطلوها من المدرسة وبعد سنة أجبروها على الزواج من ابن عمه نفس هذا الشاب الأخ بين فترة وأخرى هو عنده صديقة وموبايلة ملي بأرقام البنات افعل ما تشاء أنت ذكراً ما أكو بعض الأمثال يقول الرجل ما يعيب الرجل غير جيبة هاي من الأمثال البائسة والفاسدة اللي عندنا هذه شكلت عقلية الذكر بينه أن أفعل ما أشاء لأنه أنا مرة أروح أخطب بعدياً ما أحد رح يسألني والله كم صديقة عنده أو ما عنده صديقات رح يسألون عنده سيارة عنده بيت كيف رح يعيشها مرح يسألون أنا من يجيني خاطب يخطب بنتي ما رح أسأله أو أروح أفتش عنه وأبحث عنه هل هو كانت عنده علاقات أو لا بحجة أنه الرجل ما يعيبه شي حتى ما حأسأله إذا أنت مؤمن حأسأل نعم بس بالمايك حسين حتى أسمع حتى ما أسأله حتى ما حأسأله إذا أنت مؤمن إنت ملتزم هأسأله شو عندك شو عندك شو فيه نعم جميل جداً اللي قال حسين جميل جداً نحن نتابع اللي يتفضل بيحسين واللي نكمل مسار كلامنا كيف يمكن أن أو كيف أصبحت السيادة الذكورية هي نمط شائع ومتعارف عليه ومألوف في مجتمعاتنا بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين أهلاً بكم معي مرة أخرى ونحن نتابع حلقة جديدة من برنامج إضاءات تحت عنوان تفضيل الذكور على الإناث في التربية وأثر ذلك على شخصية الفرد وبناء الأسرة لاحقاً يسعدنا أيضاً أن أرحب بالشباب والسيدات والصبايا الأفاضل اللي شاركون النقاشات قبل الفاصل نتابع ما كنا نتحدث به تحدثنا عن كيف تشكلت عقلية الذكر وكذلك هذه التشكيلة أثرت على عقلية الإناث باعتبار أنه متصاحب التربية مع بعض ذكرنا قبل الفاصل أن تذكر افعل ما تشاء لا يوجد أي عيب عليك أن تذكر تمتع بكامل الحقوق حتى أتابع اللي اتفضلت بي بالبداية أنه هناك أكو حقوق للفتاة وهذه الحقوق ما موجودة عند الإناث حضرت ما تحدثت نطلق مثلاً على حق يتمتع به الصبي وما تتمتع به الصبية بدل حق الخروج مثلاً بوقت معين البنة ما بتقدر تظهر فيه وهي دا لأمان لإله ما أنه شي غلط يعني فيه حقوق عطية الدين للشاب ما عطية للبنة وهي ما أنه غلط نحن بس خلي نميز بين الحقوق وبين الأدوار الحق يختلف كثيراً عن الدور تتفضلين حضرتش عن ممارسة بعض الأدوار الاجتماعية اللي قد تكون بها حماية للفتيات مثل الخروج ليلاً أنا من دا أمنع بنتي أو ما أسمح لها بالخروج ليلاً هو لأنه المجتمع ببعض المخاطر وأنا أريد أحميها من هاي المخاطر أنا أتحدث عن حقوق مثلاً حق التعليم حق اختيار شريك الحياة حق الخروج للعمل حق إبداء الرأي يعني بديننا ما قايلين أنه هيدا حق للذكر منه حق للأنثى كرميل هيك ما ذكرتك حق حق التعليم والعمل اللي أفهم من حضرتش أنه الدين يؤكد هاي الحقوق أو ما يؤكدها يؤكد الحقوق لتنين للبنة والشاب تركين الدين على الجانب نتحدث بممارساتنا اليومية بتنشئتنا الأسرية إحنا في البيت هذه الحقوق متساوية بين الذكر والأنثى حالياً بعض الشيء طبعاً بس قبل لا حالياً موجودة خلي أسمع من عندي بشتغل وعندي جامعة بس ما يكون عندي شيء أنه إلي الحق أنه أطرأ نومة الثنتين بعض الظهور حلو أما البنت أنه بعد الثمانية الصباح أمنوع تكون بعدها نايمة هذا بعد الشغلات بالعيلة فيه تمييز وهيدا مجحب جميل جداً اللي ذكره حسن مهم جداً هو خلنا نعتبر حق الترفيهة والاستراحة الصبي وحتى الرجل الآن إحنا كثير من نساء عاملات موظفات نشوف أنه يرجعون للبيت ساعة أربعة خمسة مع بعض لكن هي ملزمة بإكمال بقية المهام المنزلية والاجتماعية لكن هم يريد ينام هم يريد يرتاح حسن خليني أسئلك سؤال ذكرت أنه أنت من اليمن تعتقد أنه في اليمن هاي مدى التساحة الظاهرة باليمن يعني هاي قد حجبها يعني فيه تمييز بنسبة كبيرة باليمن بسبب أنه أنه العداد القبلية ما زالت موجودة باليمن بنسبة كبيرة جميل يعني اليمن لسه قبائل بنسبة يعني تقريباً 70% الشعب دازال قبلي يعني جرائم الشرف التي هي بس ليست حقيقية وإنما حتى بالأفكار يعني تحدث كثير جرائم شرف أنه مزعومة فقط أنه هيدا أنه مثلا أحد سمع مثلا أنه مثلا اخطق تحكي مع شاب راح دباحا حتى بدون أي أنه يتأكد من الموضوع وبدون وجود أي عقوبة بدون وجود أي عقوبة بالعاكس أنه هيدا يحمي شرفه أنه هيدا رجال مش عم يقبل أنه بصلا أنه شرف أنه العالم تحكي مع أخواته أنه شوها أنه عاب كبير بينما هو الشاب بشكل عام حتى باليمن أنه لا عادي أنه بيحكي مع البنات أكيد بالسر بينما أنه بين الشباب أنه هيدا فخر إله أنه شاب يعرف أنه ما هو صار شاب لأنه صار شاب لازم يساعد علاقات أنه هيدا فيك تقولي نحن بني الشباب أنه هيدا قصة كبيرة مثلا عنده أكتر من رفيقة نعم وطبع بيخبي عن هاي أنه هيدا قصة كبيرة بينما هيدا مش عارف مثلا أنه يبني علاقات أكتر من بنت حلا أنه هيدا أنه من هو شاب عرفت كيف فهي الفكرة جميل هذا اللي تفضلت بهم هو من جملة التناقضات اللي إحنا نعيشها واعتقدون هذا مو فقط في اليمن موجود أيضا في غالبية المجتمعات لكن قد تختلف بنسبة أو بأخرى لطراقة حسن موضوع كل شيء مهم خلين نبقى يم يمكن يربط من هذان يقولهم تحدثنا عن أنه اسم العيلة يحمل الذكر قل نتحدث عن شرف العيلة من قال بأن شرف العائلة تحمله الفتاة نعم أسما نرجع للموروثات الثقافية اللي أنا بسميها بعض الأحيان تكون بائدة وغير منطقية أنه فعلا في موروثات وفي بعدها ثقافة معينة ترجع لتلك لحقابات معينة أنه هذا الشرف يرتبط بموضوع معين هذا الشيء عم بتوارثه الأجيال جيل بعد جيل وعم بتم التعاطي معه فعلا خاصة بالمجتمعات اللي بيكون فيها شوية مغلقة يعني مجتمعات مثلا ضياع الكرة مجتمعات العربية شوية بعدها منغلقة على نفسها بتكون قصة كبيرة أنه فعلا مثلا البنت ظهرت مع شاب بيربطوا موضوع الشرف في موضوع طول الذكورية أنه هي مثلا عم تظهر عم بتشوف شباب عم بتشوف حضن فبرأيي هذا الموضوع يعني صار بمكان معين ربطوا بطريقة غير منطئية وغير أساسا من قال أنه هذا الشرف مرتبط بهذا الموضوع الشرف مرتبط هي باحترام على نفسها بتكوينها لثقافتها بشغلة على ذات شرف العائلة يتشارك به الرجل والمرحة طبيعي بما أنه أنا أنتمل هذه العائلة إذن أنا أيضا مسؤولة عن شرف هذه العائلة لكن لي أنه الموروث الاجتماعي اللي إحنا تربينا عليه أو القبلية اللي قال عليها حسن اللي إحنا تربينا العشائرية والقبلية تربينا عليها اللي هي أنطتني مفهوم أنه أنت الأفضل في كل المجالات هذه الأفضلية تعمل ما تشاء تتمتع بكامل حقوقك ما حد يعترض عليك حتى في كثير من القوانين اللي موجودة في بعض البلدان العربية نفس النص القانوني اللي المفروض هو جاء لحماية الإنسان جاء لحماية المواطن في هذه القوانين يوجد تمييز بين الذكر والأنثى بعض هذه القوانين تتحلث بالطريقة التالية على سبيل المثال إذا الرجل اكتشف أنه المرأة لدينا إحنا في القوانين العراقية هذا النص القانوني وأعتقد في بعض البلدان أيضا موجود هذا النص إنه إذا الرجل اكتشف خيال الزوجته في البيت يقتل الزوجة تكون علي عقوبة مخففة ثلاثة شهر ستة شهر لكن إذا الزوجة ضبت زوجها في خيانة داخل المنزل وقتلتها تعتبر جريمة قتل وتعاقب كجريمة قتل هذا التمييز من نشأ من هذه العقلية الذكورية اللي بنت على أساس سلطة ذكورية نعم حسن بس بدي أقول تجربة مش تجربة يعني شي صار باليمن من شي ستة شهر في جريمة شرف كيف صارت أحد الشباب قام أو خلينا أقول أنه أحد الشبات باعت تليفونه لأحد السنترالات نعم فصاحب السنترال رجع صور البنت وعمل حساب فيسبوك وحض صور عشان مصالح نعم إيلا فزوجها الشاب الشابة كان أنه قاعدة حد رفيقه طاولة فيسبوك فشاف صور مرته بالفيسبوك وحسابه وحتى اسمه نفت كيف فراح دبحة دغري وهيدي اليمن كله أنه صار هذا الخبر منتشر بكل اليمن أنه هيدا جريمة الشرف صارت بسبب أنه صاحب السنترال رجع صور زوجته ونشر على الفيسبوك أنه هو الشخص أنه قمص شخصيته فأدى إلى هيدا جريمة الشرف جميل جدا لسلائة البعد سيتحدث عن جزء من تفضلت به حسن سيتحدث عن أنه كل هذا اللي نحن نتحدث به الآن كتنشئة أسرية كتغذية معرفية باللاوعي المجتمع يؤكد هذا خل أسئلك المجتمع حارب هذا الرجل عتبة قاطعة بالعكس أيده قال له أحسنت لأنه لازم تذبح زوجتك إذا ما تذبح زوجتك أنت مزلمة إذا ما ضربت أختك وحبستها بالبيت أنت مزلمة المجتمع يؤكد على أنه أنت الأفضل يؤكد هذه السيادة الذكورية هذا تأكيد المجتمع يزيد من ضعف المرأة ويزيد من عدم قدرتها على التعبير عن نفسها أو إنضاج تجربتها الاجتماعية لذلك لما نتحدث عن فتيات خائفات فتيات قليلات الثقة بأنفسهن نتحدث عن مشاكل تحدث في الأسرة فيما بعد لما يكبرون ويصبحون أزواج وزوجات سببها أنه إحنا تربينا في أسر تفضل أخي عليه وهذا المجتمع يكرس هذا التفضيل ورح أنطي مثال سيدة عندها ثلاثة بنات كانت حامل بالرابعة لما نوضعت الرابعة هذه حقيقة لأنه المرأة اللي جاءت لنا تطلب المساعدة زوجها جاءها للمستشفى قالها من المستشفى لبيت أمك لا ترجعي للبيت السؤال هي هذا الولد من ينجابته من بيت أمها ترجع الفتاة مع أربع فتيات إلى بيت الأم اللطيف أنه الأب مع الزوج المجتمع مع الزوج أنه من حقه ولما نفكر أنه يأخذ زوجة ثانية حتى تولد له ذكورا المجتمع كلهم حضرة وعرسة وقال له لمبارك إذن المجتمع يؤكد هذا الموضوع يؤكد تفضيل الذكور على الإناث ورح أنطي بعد أمثلة هذا التفضيل اللي احنا تربينا عليه يصنع سلوكياتنا المجتمعية مع بعض يصنع طريقة تعاطين مع الآخرين إذا أمرأة توفي زوجها وأصبحت أرملة إذا فكرت بالزواج وخصوصها كانت شابة صغيرة أيضا تختلف نسبتها من المجتمع إلى مجتمع لكن هي موجودة هالمجتمع يسمح لها بذلك؟ لا يسمح لها أكيد أصلا حتى مو بس المجتمع لا يسمح لها حتى صوحباتها من النساء من نفس جنسها رح يرفضون هذا الشي أنه هي لازم تبقى وفية لكن هو لما تتوفى بيطلع الأربعين يمكن إذا ما هو يفكر يتزوج أخته تخطب له وأمه تخطب له وزملاء بالعمل المجتمع كلهم ماذا يقول؟ حقه من حقه يتزوج لكن هي مو من حقه أنه تتزوج من يخل لهذا التمييز بالحقوق؟ الله؟ أكيد لا ولا المنطق أيضا لأنه مثل ما هو محتاج إلى امرأة تكون معه في حياته تشارك تفاصل هذه الحياة كذلك هي تحتاج إلى رجل في تفاصيل حياتها وحتى لا نتحدث بطريقة المجتمع حتى يحميها إحنا من نتحدث نقول للرجل هو الحامي؟ ما هي المرأة بدون حامي؟ ليش ما يكون لها حامي؟ يقبل المجتمع أنه هذه المرأة قد ترتكب الرذيلة بس ما يقبل معدها أنه تكون امرأة محتشمة تفكر بالزواج مرة ثانية من اللي صنع هذه القناعات؟ صنعاتها العقلية اللي إحنا تشكلت به إنه من إحنا صغار تربينا إنه أخو يذكر يفعل ما يشاء أنا ابني لا أكو حدود لحركتي أكو مساحة لحركتي فلنأتقد أنه التفضيل في التربية يعني فقط مجرد إنه مثلا أنا أنطي أكل وما أنطي أكل أو أشتري ملابس جديدة ما أشتري ملابس جديدة أو مثلا أعانق طفل ما أعانق طفل لا التفضيل هو يتحدث بهذه المفاصل خلوني أسأل الشباب سؤال سألنا لبنات كثيرات في ورش كثيرة وحنطيكم شنو اللي كان النتيجة بس خلال أسماحة منعدكم من منكم يتمنى فعلا أن يكون أنثى يوما ما راح سير أنا بلاي أنه ما في حضا يمكن أول شي بحكي عن نفسه نعم أنه أكيد لا بني هي أنه هي دي خلط الله أكيد نحنا خلقنا الزكر بس أنه إذا نحنا نفكر أنه أنه أمنى كأمنا يعني كأمنا أنه إخلق بنات أكيد لا أكيد لا لأنه برجع لموضوها كمان التفضيل بين الذكار والأنثى وبرجع لموضوها الحرية كمان التي معطعت للذكار ومشمع لم نسعد أفقد هذه الحرية كمان حلو جميل حسين أكيد طبيعة الحال طبعا لا عشان الحرية طبعا هتكون قيدة عنده إذن أنت معناته تأكد أنت والآخرين أنه حريتكم أنتو كصبيان كشباب هي مساحتها أكبر من حرية الفتيات تتمتعون بحقوقهم أكثر من ما الفتيات يتحققون تتمتعون بحقوقهم حلو جميل جدا نعم حسين حتى أنه الشاب أنه أول شي بيقولوا عنا أنه سنة العائلة ثاني شي أنه الشاب هو سيد قرار مثلا حلو أنه أنا بدي أسافر بدي أروح إجي أتخذ قرارات حتى بالعائلة بفرض رأي حلو أنه الشباب كل بشكل عام بيفرضوا رأي البنت أنه خلص كده أنت شو فأنا مارد أفقد امتيازاتي أه فأنا إذا كنت بنت أول شي أكون مستضعف أكيد جميل جدا ثاني شي أنه تعرف يعني البنت بيت أهلا وبيت جوزة مستضعفة حلو جميل جدا حسين كلامك في الصميم وهذه أحدى المؤشرات أو نتائج التمييز في التربية تفضيل الذكور على الإناث في التربية إحنا وصلنا إلى هذه القناعات التي هي موجودة والتي فعلا حقيقية لأن هذا واقع مجتمعنا تتمنون أن تصبحوا ذكورا في يوم من الأيام؟ أكيد لا لا أتمنى أن نكون ذكر لأننا وصلنا حققنا يعني نحنا أثبتنا ووجودنا كأمرأة وعن نصلح أغلاط غيرنا يعني نظرة المجتمع على إلنا ونظرة أبائنا كيف ربونا أو أجدادنا والأبائنا كانوا شوي معنا أكتر ما قبل أو نحنا أنا كأمرأة متزوجة وعندي عائلة أنا عم صحح الشي اللي مرأنا فيه أو اللي تربينا عليه أو اللي النظرة اللي كانت أنه المرأة هي مستضعفة الحلقة الأضعف بالبات أو شي بس أنا عم صححح هذا الشي بعائلتي بولادي فخليتوا أني يتعاملوا بشكل طوال تعتزينا بالدور اللي دا تقومين به فبالتالي معتزة أنت بألوت جميل جدا شكرا خلأ أسمع جيهان أرجع لك نفس الشي بدأ أقول أنه نحنا وصلنا على زمن معين المرأة عم تقدر تتحرر جيهان أخفيني من هذه خلأ أسميها معدرة من هاي الفلسفة ما ليس فلسفة السؤالي واضح أليس جواب واضح تتمنين أن تكوني ذكرا أم لا كلا لا أتمنى أن أكون ذكرا أبدا لأن أرى أن المرأة هي بتقدر تعمل أشياء الرجل ما بيقدر يعملها حل نستمع لها حضرت تفضلي تتمنين أن تكوني يوما ذكرا أم لا هلأ ما بيخفيك بمراحل معين مبلة تمنت التيارات الله خلقني زلمة لأنه مثل ما أتفضلوا الشباب أنه مساحة الحرية عند الشباب موجودة بشكل أكبر وكثير عند المرأة خاصة المرأة المتزوجة يعني المتزوجة والملتزمة مثلا بأولاد وهاكي بس هلأ هاي دي المرحلة كانت مؤقتة لأنه كان فيه فترات أنه الوحدة بتعاني من أوجاع معينة بفترات معينة من حياتها أو بتعاني أنه بينحدد بمكان معين بطموحها يعني سواء بالعلم سواء بالدراسة سواء بالشغل هلأ أنا شخصيا طريت بأماكن معينة ووقف لأنه جاني أطفال لقيت لأولوية بنسبة لأقلي أنه أقعد معهم أولوية على نفسي لأنه على سعيد الشغل حتى على سعيد العلم أنا مثلا حلمي كافي دكتورة هلأ معها ما أنه متوفر بالوضع الحالي لأنه في ظروف معينة في أولويات معينة فمساحة الحرية الموجودة عند الذكر أوسعة بكتير الذكر حتى لو متزوجوا عنده عائلة فيه يسافر يكفي دكتورة وهم فيه حدا يقولوا لا المرأة لا والمرأة لازم تضحي معها فما يكن معينة أتمنى عندما يسافر يحضر الدكتورة المرأة عليها أن تضحي حتى يكمل دكتورة لكنه ما عنده استعداد يضحي أنه يبقى هو مع الأولاد حتى يتكمل دراستها بشي نادر جدا إذن وجدت جميل جدا شكرا جزيلا أسمعيش أنا لا ما بتمنى وكن لماذا؟ شاب مأتنعى فيه شغلي يمكن نحنا ما حكينا فيه عاطفة البنت يعني البنت بطبع هي عاطفية حلو وهيدا الشي اللي بتقدمه يعني نادر عند الرجل حلو وهي التالي بتكون مكمل وتعدقدين إنه هاي العاطفة شيء مهم جدا أو هي مكمل وأساس لزوج لخي لبي جميل جدا إحنا فيه عشرات الورش اللي أقمناها مع فتيات طالبات عدادية يعني ما بين أعماره ما بين 15 إلى 18 سنة في كل صف دخلنا له كلنا نتحدث عن هذا الموضوع تمييز بين الذكري والأنثى في التربية بس كنا نتحدث عنه بطريقة مغايرة تناسب وضوحهم وتناسب المستوى الثقافي اللي هما بي كان السؤال لكل هؤلاء الطالبات اللي كل صف يتعدى ما بين 40 إلى 50 طالبة إنه هل من منكم تتمنى أن تكون ذكرا كانت دائما الإجابات من 8 إلى 90% من الحضور يتمنون يكونوا ذكور ربما مثل ما ذكرت الأخت المرحلة العمرية السبب لأنه المجتمع يحترم الرجل أكثر ينطيف فسحة للحركة أكثر عنده مساحب الحرية أكثر مجال للغلط جميل جدا عنده مجال أنه يخطأ كانت عباراتهم الولد على راح تكل شي يسوي يفعل يفعل ما يشاء فهذه المساحة للحرية ليفعل ما يشاء هذه الفسحة الانطاطية الأسرة والمجتمع هي اللي خلت الكثير الكثير من الفتيات يشعرون باحتقال لذاتهم مقابل أكو تقدير للذات أنا اللي أحمي العيلة أنا اللي سند للعيلة أنا اللي كذا للعيلة بينما مقابلها أنا شرف العيلة اللي لازم أحافظ على هذا الشرف دائما أنا موضوع ضعف العيلة العائلة اللي اعتها أربعة وخمس بنات يقولون عليها بين قوسين خطية مسكين هذا الأب مكسور ظهر عنده خمس ست بنات نقطة كلش مهمة تبدي من بداية تكوين النطفة في رحم الأم قبل ما كان أكو هاي أجهزة السونار والأجهزة الأخرى اللي أشعل تبين إنه جنس المولود هاي الآن صارت فقبل كانوا ينتظرون لحظة الولادة حتى يعرفون هل هو ذكر أو أنثى وحتى الآن بعد ما صار تشخيص الجنس والمجتمع لمن يسمع فلانة من الناس ولد الذكر بالله شعر بالله ورأس صلوات صحيح صلوا على النبي ما شاء الله بس إذا سمعنا إنه جاءت أنثى يلا أحمد الله على السلام المهم سلامة الخلقة صح المهم الخلقة نقنع نفسنا يعني المهم الخلقة الكاملة بينما الرجل الصبي لما يجي نحتفي به الفرحة اللي تكون في داخل قلبه الأم والأبو أكبر من الفرحة اللي تكون في داخل قلبه لمن يسمع أنه هي أنثى لماذا؟ لاتجي لكل اللي تفضل النبي فالتمييز في التربية أو التفضيل يبدأ من الاستشعار بفرحة جنس القادم إن كان ذكرا أم أنثى مادم أكو خلل بالفرحة مادم أكو خلل بترحيب المجتمع بهذا القادم إذن أكو تفضيل خلنا نعتبر ما تفضل النبي الآن وما تفضلت به حضراتكم هو عبارة عن مقدمة مقدمة حتى نسأل أنفسنا لمن هذا الذكر بينقبسين هذا السيسيد اللي صغيروني لما نصير سيسيد كبير ويصبح زوجا ورب أسرة رح يستصحب كل هذا اللي ذكرناه معاه ويأتي لتشكيل أسرة هذه زينب وحسين اللي حكينا عنهم زينب رح تصبح زوجة وحسين رح يصبح زوجة فبالتالي يسقط كل ما نشأ عليه وتربى عليه من هو صغير مع أمه وأخته سيسقطها عليما على بنت الناس خلينا نسأل بعدكم كلكم ما منزوجين صح جيد حسن لماذا تريد أن تتزوج عندما تريد ماذا علي لك الزواج أنا بالنسبة لأي ما بدي أتزوج لأنه هم وغم بصراحة ومثل ما شايف الصورة ممكن أن تشوف الشاب أنه فرد إجريه ومرتاه بينما تشوف إلا يقوم بعدة مهام أه يعني المرة أنه بتطبخ بتربي أولاد بتاعه أنه عملها ومتعب كثير بس كمان الشاب يعني هيدا المتصدح عنده شغلين مثلا ومدير الشغل يعني عرق سلافه مثلا حلا أنه عارفة كيف الوضع أنه كل واحد عم يذعب جميل جدا هذا الوضع شون تشكل تشكل لأنه لما كان في بيت أمه وأبوه هو صغير كان بهذه الطريقة فالتربية جدا مهمة عندما نربي أولادنا نحن في حقيقة الأمر نأسس إلى طريقة يأما خاطئة في إنشاء الأسر يأما طريقة صحيحة دعنا نشوف الإسلاهي البعض يحكينا عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر الإسلاهي البعض إذا أمكن لذلك لما نتحدث عن عنف أسري أو عدم استقرار بالأسرة نتيجتها في بعض الأحيان مولي أنه الزوج سيء مولي أنه الرجل سيء لا لكن هو فهم السيادة أنه هي علاقة طبيعية بين الأزواج فهم أنه هو أفضل من أخته فبالتالي هو أفضل من هذه اللي راح تشارك حياته هو هاي عقلية بالله ويتشكل بهذه الطريقة فدام حين نتحدث بالعنف الأسري نأكد على أنه الرجال ليسوا سيئين رجل مو سيء بطبع بس هو تربية نشأ بهذه الطريقة من حقي أنه أنا أرتاح من حقي أنه أنا أخرج من حقي أنه أكون علاقات ويا أصدقائي من حقي أسافر من حقي أكمل دراستي من حقي أن أرجع للبيت أنا أكون متسطح لأنه أنا ذكر من حقي أنه أنا أفرض رأيي على زوجتي من حقي أنه ما أفتح باب للنقاش والحوار بيني وبين أفراد هلتي حتى أولادي لأنه أنا الأفضل في اتخاذ القرار وداما نسمع أنه الرجل هو الأذكى هو الأكثر حكمة هو الأكثر قدرة على اتخاذ القرار هذه أمرأة عقلها صغير هذه أمرأة غير حكيمة هاي منين نشأت نشأت لأننا من إحنا صغار تربينا على أنه أخي أفضل من عندي دوما هذه التربية أثرت على هذا الموضوع أوجدت مصطلح خلسمي بهذه الطريقة سوء فهم لطبيعة العلاقة بين الأزواج نعتقد أنه الأسرة هي ساحة صراع لإثبات الوجود لما شاب وشابة في ليلة العرس في ليلة الدخل الدخلة الأم ماذا تقول لبتها تقول لها من أول يوم خليه محبس خاتم بإيدك سيطري علي أم شو تقول لي دا تنصحة اذبح البزونة من أول ليلة بالعامية احنا نقول أفرك خشمها من أول يوم كأنما إحنا رح نساحة قتال أيهما يثبت الوجود هنا للفتاة ليش نتثبت وجودها لأنها أعطى في قناعة أنه هي مستضعفة وهي ضعيفة فلازم تبدأ توجد حماية يعني كأنما دفاع مسبق وهو يعتقد أنه هو السيد وصاحب السلطة فيجب أن يبقى السيد وصاحب السلطة لذلك لما نشوف شباب اثنين مع بعض يبقى أسسون حياتهم على الشراكة على التفاهم على الاحترام الشاب يساعد زوجته أحد السيدات تقول أنه فيهم دخلت حماتي أم زوجها وزوجها كان يخسل الجورة بمالتا فاش قلت له قلت له قمعتك أمك تخسل جوربك قمعتك يعني تموت ثكلتك أمك دتخسل جورابك كأنما هنا عيب أحد الشباب دائما أنا هذي أذكرها في أحد الورش كان بيعمركم وكان حديث الزواج شهرين أو ثلاثة قال أنا أعتاد دائما أن زوجتي من تدخل السويل عشان أكون معاها أما أسوي السلطة أو أساعدها بأي موضوع أم بالمطبخ أنا معاها بس إذا كانت أمي بالبيت لا أنا ما أدخل للمطبخ لأنه أمي راح تعيرني تقولين أنه أنت صرت يعني خانع لزوجتك أو صرت يعني هاي التسميات اللي إحنا نستعملها نقلل من شأن الرجل إذا ساعد زوجته لماذا؟ لأن أنا نعتقد أن الأعمال المنزلية هي منقصة بما أنه هي للمرأة هي منقصة فلذلك بعض الشباب أو المراحقين لما نطلب معهم يقومون بأعمال ما زي يقولون لا هذا هو شغلنا هذا مو إلي أنا مو بنية أنا مو بنية طلبي من عندي أنه أنا مثلا أكوي أو أمسح أو أخسر الأرضية أنا مو بنية هذا ما تربينا علينا نعتقد أنه أنا أفضل من الفتاة فبالتالي لا يجدر بي أن أقوم بكثير من مهام اللي تقوم به كانت حلقة ممتعة جدا مع حضراتكم استمتعنا بها لكن للأسف أدركنا الوقت نتمنى لقاءكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج إضاءات حتى ذلك الوقت أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر